ثالثاً الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي بيمثل البند الثالث من بند معادلة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق فقد حدثنا في الوحدة الثانية وفي ثناية هذه الوحدة أيضاً عن أن الناتج المحلي إجمالي بطريقة الإنفاق يتكون من أربعة بنود البند الأول هو الإنفاق على الاستهلاك، البند الثاني، الإستصمار، البند الثالث الإنفاق الحكومي وهو ما نتحدث عنه الآن فالانفاق الحكومي يتكوم من عدة بنود الانفاق الحكومي ذات يتكوم من عدة بنود وهي مشتريات الدولة من السلع والخدمات ونفقات التحولية ومدفوعات الفائد طبعا الانفاق الحكومي بتقوم الدولة بالانفاق الحكومي على التعليم وعلى الصحة وعلى المرافق الأساسية وتعتبر الدولة هذا دور هام من أدوارها لتنمية المجتمع بشكل عام وكلما كانت الدولة غنية كلما زاد الانفاق الحكومي على المرافق الأساسية وعلى البنية التحتية والعكس الصحيح وتمول هذه النفقات عن طريق الإيرادات التي تحصل عليها الدولة طبعا من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الموارد الأخرى هذا فيما يتعلق بثالثا وهو الانفاق الحكومي آخر جزء من معادلة الانفاق الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق آخر جزء فيه هو صافي الصادرات أو الصادرات ناقص الواردات بنقول أن يشكل صافي الصادرات المكون الرابع للانفاق الكلي فالصادرات هي تلك السلع والخدمات التي تنتج محليا ويتم تصديرها إلى العالم الخارجي في حين تمثل الواردات الانفاق المحلي على السلع والخدمات الأجنبية والفرق بينهما طبعا يسمى بصافي الصادرات وتعتمد الصادرات والواردات على عدة عوامل من أهمها طبعا الدخل القومي وفروق الأسعار العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية وهذه العوامل بالشكل يعني أكيد بتلعب دور كبير في حركة الصادرات والواردات